حماس تتهم السلطة الفلسطينية بعدم الجدية في التعاطي مع خطة الضم بعد إرجائها اجتماعا خاصا على مشروع الضم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يأسر لواءا تابعا لقوات الرئيس هادي تحقيق لشبكة بلومبرغ يكشف استمرار تدفق الأسلحة الإماراتية إلى قوات حفتر محضر الأسلحة المفروض على ليبيا أعلنت القيادة الفلسطينية تأجيل اجتماعا كان من المفترض أن يبحث في آليات رد الفعل الفلسطيني على خطة الضم الإسرائيلية وكانت القيادة الفلسطينية قد أعلنت مطلع هذا الأسبوع عن اجتماعا لبحث الاستراتيجية الفلسطينية في مواجهة ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية إلا أنها أعلنت في الساعة الأخيرة عن تأجيل الاجتماع مصادر دبلوماسية رجحت أن يكون التأجيل تم بسبب ضخوط دولية على السلطة الفلسطينية من ناحيته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن التأجيل تم بسبب إرجاء إعلان الحكومة الإسرائيلية وكذلك إرجاء إعلان خطوطها السياسية وستانباء تفيد أنه تم شطب بند الضم من برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة وفي سياقه ذاته تهمت حركة حماس القيادة الفلسطينية بعد إرجاء الاجتماع القيادي لبحث الرد الفلسطيني على خطة الضم بأنها خطوة تفتقد إلى الجدية وأن السلطة الفلسطينية لا زالت تبحث عن تجديد المفاوضات السياسية مشيرة إلى أن هذه المفاوضات لن توقف خطة الضم ودعت حماس السلطة الفلسطينية إلى سحب اعترافها بإسرائيل ووقف التنصيق الأمني معها أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي وسياسة الخارجية في مجلس الشورى في طهران حسين نقوي حسيني مسادقة اللجنة النيابية على مشروع قرار التصدي للإجراءات العدائية من جانب إسرائيل وقال حسين إن البند الأول من هذا القانون يكلف جميع مؤسسات البلاد بتعبئة طاقاتها الإقليمية والدولية لمواجهة تلك الإجراءات الإسرائيلية العدائية على حد تعبيره لأسيما ممارساته بحق الشعب الفلسطيني وتهجيره القصرية واحتلال إسرائيل لهضبة الجولة حذرت الولايات المتحدة الأمريكية المحكمة الجنائية الدولية من مغبة مقاضات إسرائيل وأصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بيانا قال فيه إن المحكمة الجنائية تمثل هيئة سياسية وليست جسما قضائيا وعشر بومبيو إلى أن إسرائيل لم تعد طرفا إلى جانب الولايات المتحدة في اتفاق روما الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة ولا يزال قوضات المحكمة الدولية ينظرون في طلب المدعية الدولية فاتو بن ساودا التحقيق بما وصفته جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مدينة القدس أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن أسر قائد اللواء 115 التابع للقوات الحكومية في محافظة إبيين ونشرت قوات المجلس الانتقالي صورة لقائد اللواء سيف القفيش وأعلنت عن أسره مع عناصر من لوائه بالقرب من منطقة قرن الكلاسي بمحافظة إبيين جنوب شرقي اليمن وذكرت مصادر عسكرية ميدانية في اليمن عن وقوع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة إبيين في الأيام الأخيرة بعد دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره في حضر موت إلى إطلاق حملة عسكرية ضد الجيش اليمني التابع لحكومة عبد رب منصور هادي أفادت وسائل إعلام سورية سماع دوي انفجارات في مدينة حلب وصانباء عن غارات إسرائيلية استهدفت محيط كلية المدفعية بالراموسة جنوب المحافظة وأكد ناشطون وقوع انفجار في مدينة حلب عند الساعات الباكرة وأشاروا إلى أن الصوت نجم عن استهداف إسرائيلي لمواقع إيرانية في المدينة ولما تعلن تفاصيل عن وقوع ضرار جراء الغارة أعلن الجيش العراقي إطلاق عملية جديدة لملاحقة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة ديالة شرقي البلاد وذلك بعد سقوط العشرات من القتل والجرح في صفوف القوات الأمنية والمدنيين في هجمات للتنظيم على مناطق مختلفة في العراق وقالت خلية الإعلام الأمني بالجيش العراقي في بيان لها إن فرقة المشاة الخامسة بالجيش ومدرية شرطة ديالة أطلقت عملية تفتيش بأدف ملاحقة تنظيم داعش إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتأتي هذه العملية بعد مقتل ستة من عناصر الأمن والحجد الشعبي ومدنيين في هجمات متفرقة يشتبه بأن تنظيم الدولة نفذها في محافظات عراقية عدة نقى في العراق وفي الشن السياسي زرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مقر الحجد الشعبي في بغداد والتقى برئيسها فالح الفياض وارتدى الكاظمي خلال زيارته للمقرة زي الحجد الشعبي في إشارة منه إلى أن هيئة الحجد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية تتبع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة فقط يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد اختالت النائب السابق لقائد الحجد الشعبي أبو مهد المهندس في العملية الذاتية التي اختالت فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد قبل عدة أشهر إلى ليبيا هددت تركيا مجددا قائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر متهمة نياه باستهداف المدنيين في ليبيا وقال وزير الخارجية التركي مولود شوش أوغلو إن حفتر يستهدف المدنيين بما في ذلك المستشفيات وقارن أوغلو بما وصفها أعمال حفتر ضد شعبه بإجراء من النظام السوري ضد سوريين وطلب أوغلو حلفنات إلى التدخل الفوري ووقف دعم قوات شرق ليبيا خاصة من قبل مصر والإمارات وفرنسا ونبقى في الشن الليبي كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية استنادا إلى معلومات من تقرير سري تابع للأمم المتحدة تزويد دولة الإمارات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالأسلحة عن طريق جسر جوية وأشار التقرير إلى أن الإمارات انتهكت قرار حضر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وكان وزير الدفاع التركي خالوسي أكار قد أدان العملية البحرية الأوروبية إيراني بفرض حضر الأسلحة على ليبيا واعتبرا أنها تأخدم قوات المشير خليفة حفتر والذي أشار تقرير بلومبرغ أن تزويده بالسلاح جوا لم يتوقف قالت وزارة العدل الفرنسية أن السلطات اعتقلت فليسيان كابوجا المشتبه به في عمليات إبادة جماعية برواندا قرب العاصمة باريس وضفت الوزارة في بيان أن كابوجا البالغة من العمر 84 عاما كان يعيش بهوية مزورة في شقة في ضحية أنيار سرسين قرب باريس وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاما صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة تريليون دولار للتعامل مع التأثيرات الاقتصادية والصحية التي خلفتها جائحة الكورونا وسيتم إحالة الحزمة للتصويت إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الذين يرفضون التشريع معتبرين إياه ولد ميتا قالت صحيفة واشنطن بوز في افتتاحيتها إن وباء كورونا زاد من شعبية العديد من القادة السياسيين باستثناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس روسي فلاديمير بوتين الذين تراجعت شعبيتهما بشكل كبير في ظل الجائحة وأشارت الصحيفة إلى أن استطلاعات الرأي خلال الأسبوع الأخيرة تشير إلى تراجع كبير في شعبية الرئيس ترامب ووضحت أنه بالرغم من الاختلاف الكبير في سياسة البلدين فإن رئيسهما ارتكب نفس الأخطاء في التعامل مع الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا وذكرت الصحيفة أن الفرق الوحيد بين الشعب الروسي والأمريكي وأن الأمريكيين يملكون فرصة لتغيير الرئيس في الانتخابات المرتقبة في نوفمبر 22 من هذا العام نهاية الموجز أشكركم على الحسن المتابعة وإلى اللقاء